موسيقى حياكم الله أيضا مشاهدين مجددا أولى فقراتنا لهذا المسابة تكون مخصصة لمهرجان الطفل الثالث بالحمرية تسعى دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة إلى تحقيق أهدافها ورؤيتها في تمتع الأسر ذوي الظروف الاجتماعية بالحياة الكريمة وضمان سلامتهم وتمتعهم بحقوقهم وإسهامهم أيضا في عملية التنمية الاجتماعية وفي إطار الاهتمام بالطفل وضمن الاحتفالات الخاصة بيوم الطفل العالمي نظم دائرة الخدمات الاجتماعية فرع الحمرية فعاليات مهرجان يوم الطفل العالمي الثالث في الفترة من الخامس عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الحالي عن هذا المهرجان مهرجان الطفل في عامه الثالث وجديدة معنا اليوم خالد الكثيري نائب رئيس لوجنة مهرجان الطفل الثالث خالد مساك الله بالخير يعطيكم ألف عافية مساك الله بالنور والسرور في البداية نتكلم عن هذا المهرجان طبعا هاي النسخة يمكن تسالفة من المهرجان بس خلنا نتكلم عن المهرجان بشكل عام شو الهدف من هذا المهرجان؟ كيفية فكرة هذا المهرجان؟ في البداية أشكر قناة الشارقة على تغطيتها الفعالة واشكركم على الاستضافة الطيبة بسم الله الحمار الرحيم في البداية نحن السنة هذه السنة الثالثة هي على التوالي ففكرة البرنامج الله يسلم كانت بناء عن يوم المسن يوم العالمي للطفل فبناء على هذه الفكرة فنحن حاولنا أن السنة هذه نتميز عن السنتين اللي طافل وشفنا الأخطاء من السنوات اللي طافل حاولنا نتميز في شكل الطرق سواء على البرامج الثقافية والترفيهية والتوعوية نعم يعني تفاديتوا تقريبا الأخطاء ربما اللي حصلت في العام الأول وفي العام الثاني حاولتوا تفاديها كذلك في العام الثالث نعم نحن حاولنا مثل ما تقولين ما نقول إنه أخطاء مثل ما نقول إنه يتمند ملاحظات توصيلات مقترحات من الأطفال ربما حتى النقص يعني اللي يصير في النسخة الأولى والنسخة الثانية متفادية ممكن في النسخة الثالثة أكيد شو اللي يديت هذا العام؟ اللي يديت في هذا العام والله يسلمت نحن حاولنا كثير ما تكون برامجنا الترفيهية حاولنا ننوع وتكون برامجنا الله يسلمت ثوعوية وثقافية لأولياء الأمور ونأخذ شريحة أكثر من المجتمع اللي هم أولياء أمور الأطفال مع الأطفال بالطرق متنوعة والطرق شيقة يعني شاركت كل المدارس تقريبا في هذا المهرجان؟ نعم كان في مشاركة من المدارس كذلك؟ من المدارس وجهات مهتمة بالأطفال ونحن حاولنا نشر الثقافة هذه بصور مختلفة عن طريق لعبة حقوقي مثلا عن طريق الشخصية المعتمدة من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية سالم وسلامة عن طريق المسابقات الثقافية بشتة الطرق جميل أنت ممكن ذكرت جزء من الفعاليات اللي أنا يعيب أسألك عنها أساسا تخبرنا كذلك أيضا خالد عن الفعاليات اللي حرصتوا أنها تكون موجودة ولي مثل ما ذكرت ممكن أن يتشارك فيها الأبناء وكذلك أيضا أولياء الأمور في نفس الوقت شو هي؟ الفعاليات اللي يشاركون فيها الأطفال وأولياء الأمور نحن الله يسلمت يمكن ركزنا في نسمة ذلك في البداية على أولياء الأمور لأن هدفنا نحن بشكل عام هم أولياء الأمور من لعبة حقوقي ومن قبل التوعية لكن في الأمور في الألعاب الترفيهية نحن لا ركزنا على الأطفال بشكل عام لو تعدينا السؤال بص 41 سلمت aveteكلمت عن الفعاليات أو سألتك عن الفعاليات بشكل عام كل الفعاليات نحن نشاهد رقصات يدونها البنات الحلوات أيضا ذكرت أنت مجموعة من الإلعاب التي شارك فيها أولياء الأمور مع أبنائهم لكن أكيد هناك فعاليات مخصصة لفئات عمرية معينة إذا كان حسب الفئة العمرية هل خصصتوا فعاليات استهدفتوا فيها فئات عمرية معينة أكيد للفئات العمرية الصغيرة ستكون فعاليات مختلفة عن الفئات العمرية الأكبر خالد نعم أكيد بالنسبة للأطفال الذين شاركوناهم من مدرسة القلعة ما شاء الله عليهم هذه الرقصة التي نشوفها هو الآن من مدرسة القلعة مدرسة القلعة فما شاء الله عليهم كل يوم لديهم برنامج معين نقدمينها من أول فعالية لآخر يوم إن شاء الله سيكونون متواصلين لنا ودائما ما يثرون المهرجان جميل نحن نشوف هنا المهرجان طبعا يقام في منطقة مفتوحة خالد يعني ما بداخل مكان مسكر لا المنطقة مفتوحة نعم بالنسبة للمهرجان الثالث الله يسلمت نحن المهرجان الأول كان في حديقة الحمرية وحاولنا في المهرجان الثالث نتفادى الأخطاء اللي كنا فيها ما نقول أخطاء لأن مثلا الكان الحيز ما يسع وما يستقطب عدد من الجماهير فشفنا أن الأفضل نسوي المهرجان هذا في قرية التراث بالحمرية جميل لأن الاستيعاب أكبر وهذا اللي يشجع الأطفال يقولنا بشكل أكبر في السنة هذه في قرية التراث طبعا والأجواء الحين ما شاء الله جميلة الأجواء حلوة فتوقعنا هذا بيجد بعدد كبير يمكن من الأطفال وكذلك أيضا من أولياء الأمور يعني على حد سوا أكيد نشاهد تقرير خالد خاص كذلك أيضا بهذا المهرجان في نسختها الثالثة ومن ثم أكيد لنا حديث عن الجهات الداعمة والمشاركة كذلك أيضا لشاركتكم في هذا المهرجان نتابع الطفل هو المستقبل والاهتمام بالطفل والطفولة هو إعداد واستعداد للمستقبل يوم الطفل هو الحدث الذي يحتفل به في أيام مختلفة في دول كثيرة من مختلف أنحاء العالم وقد بدأ الاحتفال بيوم الطفل منذ عام 1954 ضمن الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي لحقوق الطفل انطلقت فعاليات مهرجان يوم الطفل العالمي الثالث في الحمرية بتنظيم من دائرة الخدمات الاجتماعية وذلك في عامها الثالث على التوالي والمقام في قرية التراث بالحمرية يتضمن المهرجان برامج ترفيهية للأطفال كالرسمي وتوعية الأطفال وأولياء الأمور بطرق حماية الأطفال من أي اعتداء قد يتعرضون له بأساليب توعوية شيقة مهرجان الطفل بالحمرية بيكون متواجد لغاية تاريخ 21 نوفمبر نتمنى من الجمهور أن يحضر إن شاء الله ويشاركنا هذه الفعالية ودعما للأسر المنتجة التابعة تم افتتاح معرض الأسر المنتجة في قرية التراث بالحمرية والذي يتضمن منتجات متنوعة من الصناعات اليدوية والأكلات الشعبية مشاركتي سوى خبز زرقاق والقيمات مشاركة الطفل مشروعنا اسمه آنسا قهوة بإشراف معلمتنا فاطمة الخاطري مشروعنا يتضمن فيه حلويات حديثة مثل الوافلز والترافلز البوب كيك والوجبة الرئيسية عندنا هي وجبة وحدة اللي هي الفاستا والمشروبات عندنا توتو فارولا وعندنا الملك شيك وعندنا طالبات الصف 12 كنا مشاركين في هالمشروع تحتفي دول العالم باليوم العالمي للطفل بناء على توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوما للتأخي والتفاهم بين أطفال العالم وللعمل من أجل مكافحة حالات العنف ضد الأطفال حياكم الله مشاهدينا متجددا حياك الله خالد مرة أخرى كنت قبل الفاصل أو قبل أن نشاهد هذا التقرير أتكلم عن الجهات اللي دعمتكم ومشاركتكم كذلك أيضا في فعاليات هذا المهرجان منه كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني لأثر المهرجان الثالث صراحة هي الجهات اللي شاركتنا ومثل ما نقول عاونتنا بشكل أكبر من المهرجان الأول والثاني فأنا خاف أدخلني الذاكرة وأنسى عدد من الناس اللي شاركوا وشاهمونا لكن بشكل عام الجمعية شارقة تعاونية كان لها دور كبير في المشاركة وأيضا شركة مياه الكوثر وأيضا شركة المثلث الألعاب وأيضا لا نستدور دارة الثقافة والإعلام وشرطة الشارقة مشكورة والدفاع المدني وأيضا مساهمة بلدية الحمرية فهناك شركات عديدة يعني ساعدتنا والمركز الصحي إمار السبا يوميا لها جواز المركز الصحي يقدم جواز هنا يعني يقدم جواز لفئة النساء في شكل عام وكان دافع قوي الصراع بيستنصون الحرين هاي أحسن نهدية تعطونهم إياها أحسن جائزة خالد كذلك أيضا في هذه المهرجان يمكن نحن نشاهد كذلك أيضا يعني أحد النساء الخبار في السن ربما تخبز أعتقد خبز رقاق أنا ما أشوف من أبعيد بس هي خبز رقاق وكذلك أيضا يعني كان فيه مأكلات شعبية كذلك أيضا تأثير هذا تأثير ربما تواجد هذا المهرجان في قرية التراث مثل ما ذكرت خالد أنتو اخترت المكان بحيث أنه يكون فيه كذلك أيضا إطلالة على الماضي بالنسبة للأطفال المشاركين وأولياء أمورهم بحيث أنه يشاهدون مثلا كيف عملية يمكن عمل خوص أو أن مثلا الأكلات الشعبية كيف تستوج قدامهم يعني أو تطبخ أمامهم فيعني أعتقد أن هاي إضافة كذلك والله الله يسلمت بالنسبة لدائرة الخدمات الاجتماعية في مهرجانها الثالث حاولنا أننا ندمج أكثر من فكرة أولا مشاركة الأسر المنتجة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بهدف الاستقلالية والحياة الكريمة لهم أولا والهدف الثاني من ذلك هم الأطفال نفسهم ينشوفون مثلا نحن كان بإمكاننا ننب شركات من برع أو الأمور هذه لكن أنت عارف أن الجو هذا جو أسري جو عائلي قبل أن يكون أي جو ثاني فهذه كانت فكرة دائرة الخدمات الاجتماعية لكن بالنسبة لفكرة الخوص واللي شفتين هذه الأعمال اليدوية فنحن عدنا ورش يدوية قامت بهدارة خدمات الاجتماعية شاركوا فيها الأطفال شاركوا فيها الأطفال وعلموهم جميل هذا يمكن كانت شيء البارز في مهرجان الحمرية الثالث على المهرجان الأطفال فنأنتم مزجته يمكن بين الماضي والحاضر يعني ورش العمل ربما أو حتى المسابقات خالد أنت ذكرت أن المسابقات في منها مسابقات ذهنية كانت عبارة عن أسئلة ربما نعم في مسابقات حركية كذلك أيضا فالمهرجان يمكن شمل كافة حواس الطفل يعني أشبعت يمكن كافة حواس الطفل بمشاركة أيضا أهلة يعني أم أبو نعم نحن شاركوا ما قتلت استهدفنا كافة الشرائح لهم الأطفال وذوي الأطفال يعني كل كان متواجدين يمكن ما خلينا حتى أسئلة كانت للعمال المتواجدين فحاولنا ندمجهم إينا وتكون أسئلة حتى بجميع اللغات يعني بغينا كل يكون متواجد يكون يشاركنا فرحة الأطفال وهالهدف من الفعال كذلك أيضا في المهرجان كان في مشاريع يعني نحن شفنا في التقرير مشروع إحدى الفتيات المشاركات كانوا يسوون وافلز وكيك ويعني أشياء حديثة غير عن القيمات اللي شبناها وخبز رقاق اللي هو طبعا ينتمي إلى ربما يمثل جزء التراثي من المهرجان فدخلتوا مشاريع مشاريع للطلاب والطالبات وهذا شيء جميل جدا بالإضافة إلى مشاريع الأسرده والدخل المحدود مثل ما ذكرت من دارة خدمات الاجتماعية فصار فيه يمكن التقاء بين صغار السن والأطفال وكذلك أيضا النساء أو الرجال الأكبر عمرا التقاء في هذه المشاريع تبادل يمكن أفكار حتى من بينهم خبرني عن فكرة إدخال المشاريع في المهرجان في البداية هذه كانت فكرة مدرسة القلعة ما شاء الله عليهم مدرسة القلعة يعني شاركونا بكافة فكرة البنات اللي شفناهم يأدون الرقصة كانوا من مدرسة القلعة هم ابتدائية للثنوية فئة الإنساء وما شاء الله عليهم الفكرة هذه فكرة أنسة قهوة من أحد الطالبات في هذه المدرسة وهي عبارة عن مشروبات ساخنة مشروبات باردة عبارة عن كوفي وفكرة هوايد مميزة فنحن حاولنا ندعم مثل هؤلاء الطالبات والمدارس بالعكس يعني نحن كدارة الخدمات الاجتماعية دائما ما ننمي مثل هذه الأفكار يعني يوميان المشروع هذي ممكن نحن نستانس نوع ونحب نكثر من مثل هذه المشاريع ندعم لها الطلار وكسر الحاجز وندخلهم في سوق العمل يعني نطور من الذات هذا الأساس والهدف في المهرجان نعم كذلك أيضا كان فيه لجانب الورش خالد كان فيه ندوات ندوات توعوية تم توجيهها للأطفال والطلبة والطالبات وكذلك أيضا الأولياء الأمور تخبرني عنها ندوات شو اللي استهدفتوا بالتحديد ندوات هاي تناولت أي موضوعات خصوصا أعتقد أن موضوعات بتمس الجميع بتمس الطالب وولي أمره نحن الله يسألهم شرط ما قتلت في البداية نحن حاولنا من بداية الفعالية أن الهدف الأساسي ونوعي المجتمع بشكل كبير ونوعي كافة الشرائح فحاول ندخله بدخله ثاني على الأساس أن نستقطب أكبر عدد من الجمهور وكانت التوعية عن طريق يعني مبدئيا بالأطفال عن طريق لعبة حقوقي إلى الشخصيتين اللي هم سالم والسلامة التابع لإدارة الخدمات الاجتماعية لعبة حقوقي لعبة حقوقي هاي تعلم الطفل يمكن حقوقها أي نوع من الحقوق؟ نعم لأننا نحن هدفنا قانوني الحد من الاعتداء على أطفال يعني الحق القانوني يعني ما غلط يعني نعم فعني هذه كانت فكرة وائد مميزة وكانت النشارات التوعية التوعية تدخل بها الجانب يعني كنا مشوين مثل ما تقولين ورشة توعوية من بين كل ثلاثة أيام يومين نختار وقت معين في الفعالية وكانت حتى هناك أسئلة تخصها الجانب وتكون لها جواز معينة جميل فيه طبعا المهرجان اللي حاب أن يزور هذا المهرجان هو موجود مثل ما ذكر الأخ خالد موجود في قرية التراث بالحمرية ومستمر لين يوم السبت أعتقد يوم واحد وعشرين لين السبت قادم في الويكند أو في عطلة نهاية الأسبوع أعتقد بيكون الزحام أكبر الزحام أكبر هو كان الخميس رغبة بدأ يوم الخميس هو كان من لحد الخميس فرغبة أولياء الأمور والأطفال مددناها للسبت من الأحد بيكون لين السبت الياي إن شاء الله يعني يعدكم وقت اللي يحب أن يزور هذا المهرجان يشارك فيه يشارك كذلك أيضا في الفعاليات والورش والندوات أكيد مفتوحة للجميع أكيد مفتوحة للجميع وحياهم الله ويشرفونه أي وقت نتكلم كذلك أيضا ربما عن الجديد يعني مثل ما ذكرت خالد أنتوا حاولتوا تتفادون ربما ما نقول الأخطاء لكن يعني الأشياء البسيطة اللي صارت في المرات السابقة حاولت تتفادونها هذا العام هناك جوانب بعدة كذلك أيضا هناك جديد بديتوا تفكرون فيه المهرجان الرابع وخبرني كذلك أيضا عن جديد دائرة الخدمات الاجتماعية بعد هذا المهرجان الله يسلم دائرة الخدمات الاجتماعية حريصة أن تظهر في كافة المحافل وإن شاء الله نحن في ثالث سنة في تطور وإن شاء الله سنة الرابعة تكون ميزة يعني في شكل كامل نعم هدفنا نحن تكون الفعالية هذه مفقط نحن نخليها في الحمرية وإن شاء الله تكون على كافة مناطق الإمارة نعم ونحن نبغي غير كافة الإمارة نبغي جميع الجهات الحكومية تهتم في مثل هذه الفعاليات وتشاركنا فنحن استقطبنا عدد كبير السنة هذه وإن شاء الله سنة الياية تكون كافة الجهات إن شاء الله مشاركة إن شاء الله يا رب هذا بالنسبة للمهرجان بالنسبة لدائرة الخدمات الاجتماعية بشكل عام في جديد إن شاء الله قادم بعد ما ينتهي هذا المهرجان يوم السبت أكيد إن شاء الله نحن خلاف المهرجان هذا عقب ما ينتهي يوم السبت إن شاء الله بنكون في مهرجانات قادمة ونحن مستمرين دائمًا دائمًا داء الخدمات الاجتماعية في المحافلة ليس فقط الطفل فمهرجانها مستمرة على طول إن شاء الله مع الطفل ومع المستن ومع غيرهم عموما يعطيكم ألف عافية بالتأكيد على هذه الجهود التي تبذل الحقيقة سواء كان في مجال تمكين الأسر المنتجة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية أو كان كذلك أيضًا في مشاركة طلبة والطالبات من كافة المدارس في هذا المهرجان وكذلك أيضا مشاركته في جميع الفعاليات اللي بالفعل ممكن أنها من شأنها إلى جانب الترفيه أنها تطور قدرات الأطفال سواء كانت ذهنية أو كذلك أيضا حركية كل شكرا لك خالد الكثيري نائب رئيس للجهة المهرجان الطفل الثالث شكرا لك خالد يعطيكم العافية الله يعافيك اشتركوا في القناة